والروح لنادي الاهلي ايضاً اللي بيحقق انتصارات كبيرة جداً في قطاع النشيء بالنادي الاهلي دايماً مباريات الاهلي والزمالك زي ما بنقول دي بطولة لوحدها دي بطولة خاصة دي بطولة من نوع خاص عند جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك لما نشوف النادي الاهلي خاصةً بقى وحنا بنتكلم عن كرة القدم بيبتدي الموسم الحمد لله بانتصار مهم في بطولة الصوبر لكرة القدم للكبار الدرجة الاولى بيفوز على نادي الزمالك في بطولة الصوبر الحاجة التانية وحنا بنتكلم بقى عن قطاع النشيءين وبرنامجنا هو برنامج الاشبال لما تشوف النادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك في مواليد 2007 وبيفوز في مواليد 2005 وبيفوز على 2001 وبالامس مبارح نقلنا الحضاراتكم للستوديو التحليلي وهو بيفوز على نادي الزمالك مواليد 2006 أكيد الانتصارات دي ما بيجيش وليد الصدفة زي ما احنا شافين دي مباراة 2001 وفوز شباب الاهلي على الزمالك اتنين واحد فاز النادي الاهلي على الزمالك اتنين واحد في ملاعب النشيءين بمدية نصر الفوز والانتصار ده فوز 2005 واحد صفر محمد عبدالله اللعب محمد عبدالله هو احرز الفوز هدف الفوز على نادي الزمالك في القمة المصغرة مواليد 2005 ننتهي بفوز النادي الاهلي واحد صفر وده بالامس 2006 وفوز النادي الاهلي اتنين واحد ايضا على نادي الزمالك والاحرز الهدفين هيكون ضيف النهاردة في الجزء التاني واحد من المواهب الصعدة حسام عادل وهيكون معنا اخوه التوأم ابراهيم النهاردة معنا حسام ابراهيم وده فوز 2007 على نادي الزمالك ايضا في القمة المصغرة واكتمال فوز النادي الاهلي في قمة قطاعات الناشئين هيتبكى عندنا بس 2003 لو فاز النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي في قطاع الناشئين بيحقق العلامة الكاملة في البطولة الخاصة بين الاهلي والزمالك لما نشوف الفوز وكم الانتصارات تعرف النهاردة انك عندك تخطيط عندك ناس بتشتغل عندك ناس بتتعب عندك رؤية للمستقبل عندك رئيس نادي كابتن محمود الخطيب لجنة تخطيط مجلس ادارة بيوفروا كافة الامكانيات لقطاع الناشئين علشان نشوف لعيبة بتخرج من هذا القطاع للدرجة الاولى زي ما احنا شافين الملعب ده ابسط الامور شاف ملعب قطاع الناشئين في ملعب الناشئين في مدينة نصر شاف الحلاوة والاناقة شاف النجيلة الملعب ده وحلاوة الملعب ده ما تشوفوش في القسم التاني او في ملعب الدور الممتاز ده بيدل ان فيه ناس بتشتغل وناس بتلعب وناس بتخطط وناس موفرة امكانيات وميزانية كبيرة لقطاع الناشئين عشان تطلع ناشئ للدرجة الاولى دلوقتي ما شاء الله شوف في قطاع الناشئين البنية التحتية غرف الملابس حتى المرتبات كل ولد في قطاع الناشئين ليه مرتب داخل القطاع بيتقضاء اخر كل شهر شوف الملابس وازي الموحد شوف كم الملاعب الموجودة سواء للبرائم او لفرق قطاع الناشئين شوف دكتور التغذية الموجود القياسات فالنهار ده ده شيء مهم كنا لازم نسلط الضوء عليه ونقول شكرا لكل واحد بيتعب داخل قطاع الناشئين علشان نشوف الانتصارات والفوز الحلو ده والفوز دايما لعنادي الزمالك بيكون بطولة خاصة وليه طعم خاص شكرا